نظمت الجامعة القاسمية وبالتعاون مع جمعية أصدقاء السكري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة برنامجا تدريبيا تحت عنوان سفراء السكري استمر على مدى ثلاثة أيام متواصلة وشارك فيها أربعين طالبا وطالبة من مختلف قارات العالم والدارسين في الجامعة القاسمية بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ناقشت الورش أهمية الدعم النفسي لمواجهة الضغوط النفسية لمرضى السكري وأهمية النشاط البدني والتغذية السليمة لمريض السكري ودور الرياضة والغذاء في الوقاية من المرضى